السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا للإسلام وعلمنا الحكمة والقرآن أحمد الله تعالى وأشكره وأستعينه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آل بيته وصحابته وسلم تسليماً كثيراً وبعد معشر الحجي أمة الإسلام فمن الرحام بيت الله الحرام ينعقد هذا المجلس الثالث من مجالس الحديث عن مقاصد الحج الشرعية الكبرى في موسم حج هذا العام ثلاثة وأربعين وأربعمائة وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً وقد تقدم مجلس البارحة في الحديث عن مدخلٍ لبيان معنى المقاصد والمراد بها وأهميتها وهذا المجلس الثالث هو أوان الشروع في الحديث عن تفصيل تلك المقاصد فأصغوا بقلوبكم قبل أسماعكم يا رعاكم الله فإن الحديث جد مهم بكل من كتب الله له أداء حج بيته الحرام هذا العام والوقوف بالمشاعر العظام فإن الحج فريضةٌ جليلةٌ تكترفها مقاصد شرعيةٌ عظيمة حريٌ بكل عبدٍ وفقه الله فكتبه في ديوان الحجيج هذا العام أن يتبصر وأن يتفقها وأن يدرك معاني تلك العبادات التي جاء يلبي فيها لربه الكريم لبيك اللهم لبيه فإن خطوات الحاج في أداء النسق والمشاعر التي يغشاها والمواطن التي يأتيها وبل كل خطوةٍ في رحلة حجه تقع في ميزان الشريعة موقعًا عظيمًا وهي أحرى وأجدر وأولى أن يتفقها فيها الحاج ليوقع كل خطوةٍ من خطواته وفق مراد الله سبحانه متبعًا لهدي نبيه المصطفى عليه الصلاة والسلام محققًا تلك المقاصد العظام وقد تقدم في مجلس البارحة ما يغني عن إعادته الليلة في هذا المقام فاعلموا وفقًا الله وإياكم أنه إذا تبين لنا أهمية العناية بمقاصد الحج وأدركنا أن لكل عبادةٍ هيئتها الظاهرة التي تؤدى بأفعالها وهيئتها الباطنة التي هي نصيب القلب من عبادته وحظه في عبوديته لربه فاعلموا ورعاكم الله أن عبادة الحج لبيت الله الحرام جاءت منصوصةً في كتاب الله بذكر مقاصدها العظيمة ومهما تنوَّعت مقاصد الحج وتعددت فإنه يجمعها مقصدٌ إجماليٌ عام هو شهود المنافع الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في قوله في سورة الحج أمراً للخليل إبراهيم عليه السلام وَأَذِّمْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ من كل فجٍّ عميقٍ ليشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله في أيامٍ معلومات هذا نصٌ صريح في ذكر المقصد الشرعي من بناء الكعبة وأمر الخليل إبراهيم عليه السلام بالتأذين بالحج إليها قال العلامة الشنقيطي رحمه الله ليشهدوا منافع لهم اللام للتعليل وهي متعلقةٌ بقوله تعالى وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ أي يَأْتُوكَ فَهُمْ يَأْتُونَ مُشَاتًا وَرُكْبَانًا رجالًا يمشون على أرجلهم وعلى كل ضامر يعني راكبين على تلك الإبل والنوق التي أصابها الضمور والهزال من شدة التعب وطول المسير يأتوك رجالًا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق لأجل أن يشهدوا أن يحضروا منافع لهم والمراد بحضور المنافع حصولها لهم هذه الآية أيها المؤمنون أصل في مقاصد الحج لصراحة ذكرها بلا بالتعليل وأن بناء الكعبة والأذان في الحج كان لأجل تحقيق هذا المعنى فما أمر الله ببناء الكعبة ولا أمر الخليل عليه السلام بالأذان في الحج ليأتي العباد من كل فج عميق إلا لهذا المعنى ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله ليشهدوا منافع فهي منافع عظيمة كثيرة العدد فتنكيرها وإن لم يكن فيها تنوين للتعظيم والتكثير كما قال العلماء قال ابن عاشور رحمه الله وتنكير منافع للتعظيم في الآية تعظيم يراد منه الكثرة والمراد بالمنافع المصالح الدينية والدنيوية جمع الحجيج هذا الآن الجالس أمامنا هنا جاء من الشرق والغرب من بلاد العرب ومن بلاد العجر ومن كل قار جئت عبد الله وقلت دبيك اللهم لبيك وجئت في حجيجي هذا العام لماذا جئت؟ قبل أن تجيب بأي شيء عليك أن تجيب بالكلام الذي ذكر الله عز وجل جئت لتشهد المنافع أي منفعة لك عبد الله أيها الحاج لك في رحلتك هذه الله يقول لي يشهدوا منافع فأين المنافع التي جئت تشهدها؟ معشر الحجيج أي منافع جئتم تشهدونها في الموسم؟ جئتم مكة بيت الله جئتم مع إخوانكم المسلمين من كل مكان أي المنافع التي أراد الله لكم أن تشهدوها بمجيئكم وإتيالكم لبيت الله الحرام؟ اسمعوا رعاكم الله قال أهل العلم المنافع هي المصالح الدينية والدنيوية قال ابن عاشور لأن في مجمع الحج فوائد جمة للناس يقول أهل العلم أن نكرة في سياق الإثبات إن كانت للمتنان تفيد العموم ليشهدوا منافع لهم فهذه المنافع جئت بها بمعنى التكثير والتعظيم فهي تشمل المنافع الدنيوية والأخروية هل في الحج منافع دنيوية؟ أجل وهذا يتناول كما يقول السلف مصالح الدنيا من التجارات والأرباح والمعارفة والمصاهرة ونحوها ويشمل مصالح الآخرة من الأجر والنعيم الموعود المتوقف قطعاً على ما يعد في مقاصد الحج كما سيأتي من توحيد الله وطاعته سبحانه واتباع نبيه عليه الصلاة والسلام فالحج أيها الحجي منجم للمنافع والمصالح التي ينشدها العباد في دنياهم وأخراهم منجم لأن فيه من المنافع ما لا يحصى وفيه من المصالح ما لا يعد لأن رحلة الحج وعبادة الحج ومناسك الحج التي يؤديها الحجي يحصل لهم بها من خيرات الدنيا والآخرة ومصالح الدنيا والآخرة ما لا يخطر لهم على بال وسيأتي هذا تفصيلاً إن شاء الله لكن حتى لا تتشوش الأذهان أي يمكن أن يقدم الحاج من بلده باحثاً عن غرض من أغراض الدنيا تجارة يربح فيها بيع وشراء ينشده؟ أجل صفقات يلتقي فيها بشركاء وتجار في موسم الحج فتقوم بينهم أعمال وتجارات ومرابح أجل فإن في أيام المناسك وفي لجة الانشغال في الموسم بالدعاء والتضرع يقول الله عز وجل ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم والآية كما يقول ابن عباس رضي الله عنهما وعدد من آئمة السلف المقصود بها التجارات والأرباح فلا حرج أن يأتي الحاج رحلة الحج وأحد مقاصده إقامة علاقة وشراكة ومصاهرة وإقامة نكاح وتعارف كل ذلك يراد لك أن تفعله عبد الله وهو من المأذول لك شرعاً بل هي من مقاصد الحج التي دلت عليها الآية الكريمة ليشهدوا منافع لهم والحديث الآن في هذا المقام على الإجمال حيث ما ذكرت مقاصد الحج مهما كان نوعها دنيوية أو أخروية على التفصيل الآت ذكره فإنها داخلة في عموم قوله تعالى ليشهدوا منافع لهم فالمنافع الدنيوية والأخروية تجتمع للعباد في رحلة الحج ويجتمع فيه ما تفرق في غيره فمن حيث العبادة في الحج يجتمع الصلاة والذكر والدعاء والطواف والسعي والذبح والحلق والرمي ويجتمع فيه أيضاً إنفاق المال بأشكال متعددة إنفاق المال في نفقة السفر إنفاق المال في قيمة الهدي وفي الأضحية وفي الكفارات إنفاق المال في المسكن والمطعم والمشرب يجتمع أيضاً في الحج جهاد مالي وبدني جهاد مال لأنك تنفق ما ادخرته لسنوات وما تعلق به قلبك من حب المال جهاد بدن لأن فيه ارتحالاً واغتراباً وسفراً وانتقالاً من مكان إلى مكان ومشياً ورملاً وسعياً وطوافاً وانتقالاً هذا جهاد والحج رحلة عجيبة كما تقدم في مجلس البارحة في الحج أيضاً فيه تجربة لمقاومة النفس وكبح الشهوات وتهذيب العادات كل ذلك مصالح أخروية ومنافع يشهدها العبد في دينه أما في دنياه المنافع الدنيوية والمصالح المباشرة ففي الحج فرصة نادرة للتبادل التجاري والتداول السياسي والاجتماعي وما في الحج من أسفار ورحلات فيها من التجارب والخبرات والتداريب وإغناء العقل والعلم والمعرفة الحديث عن هذه المنافع إجمالاً سيتفصل على الأنحاء التالية بدءاً من مجلس الليلة وما يعقبها إن شاء الله تعالى إذا جئنا معشر الحجيب نفصل مقاصد الحج ونأخذها واحدة واحدة ننتزعها من بين منجم المنافع التي أراد الله أن يشهدها الحجيب فإن أعظم منفعه ورأس تلك المنافع والمصالح وأم المقاصد التي تبرز في عبادة حج بيت الله الحرام مقصد جليل هو أعظم الواجبات وأفضل الأعمال ومقصد مقاصد الشريعة كلها هو الغاية من بعثة الرسل الكرام عليهم السلام وإنزال الكتب وابتلاء العباد بعضهم ببعض إنه مقصد توحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة والاعتراف له بالربوبية والألوهية والديانة له بعظمة أسمائه وصفاته وتعليق القلوب به جل جلاله أما إننا عباد لله مفتقرون ونحن ما زلنا إليه منكسرين متبرعين فقراء محتاجين لكن يأتي في الحج إحياء هذا المعنى في رحلة الحج ويعيش الحاج في رحلة حجه في كل خطوة خطوات المناسك تأكيداً لهذا المقصد انظروا معي رعاكم الله كيف تجلى هذا المقصد العظيم وهو لب العبودية ورأس الحقوق وأعظمها التي تؤدى من العباد إلى ربهم وخالقهم ومولاهم ما بعث الله نبياً ما بعث الله نبياً إلا بهذا الأصل العظيم وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغود وهكذا تأتي النصوص لتدل على هذا المعنى العظيم الكبير توحيد الله أجل مقاصد الحج على الإطلاق هو أعظم المقاصد من بناء الكعبة وعمارتها وكل ما بنيت لأجله الكعبة وكل ما شرع لها من العبادات صلاةً وطوافاً وحجاً وعمر فإنه أيضاً يدور حول هذا المقصد العظيم هي عبادات طواف وسعي واعتكاف وتوجه إلى القبلة لكنها لأجل تحقيق ذلك المقصد الأم وهو توحيد الله لما كانت قريش في الجاهلية تفاخر العرب ببعض أعمالها الصالحة بمعزل عن هذا المقصد الكبير وهي مشركة بالله عز وجل قال الله لهم أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين معنى توحيد الله باختصار شديد إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة واعتقاد اعتقاد القلب اعتقادا جازما أنه لا مدبر للكون إلا هو ولا خالق للخلق سواه سبحانه فيكون سبحانه الإله المعبود وحده في قلب العبد تعظيما واستعانة وحبا وخوفا ورجاء وتوكلا وخشية وإنابا لا يقع في قلبك شيء من عبادات القلب إلا متعلقا بالله هذا توحيد الله وإلا فما فائدة أن يقول العبد صبح مساء أشهد أن لا إله إلا الله ولا يزال قلبه متعلقا بغير الله إذا بحث عن تفريج كربة أو سعة رزق أو قضاء دين أو تنفيس هم توجه قلبه إلى غير الله تعليق القلب الله وإقامة عبادات القلب مرتبطة بالله هذا هو معنى التوحيد لله الذي يقوم بقلب العباد وأيضا تقوم العبودية لله بعد عبادة القلب عبادة بدن صلاة ودعاء وتوجه وقصد فلا يطلب غير الله ولا يدعى سواه ولا يشرك معه في العبادة أحد شركا أصغر ولا شركا أكبر الشرك الأصغر الرياء والتسميع والبحث عن فلان قال وفلان فعل وأن يذكر بين الناس بمدح وثناء حسن كلما جاء في النصوص الشرعية معنى التوحيد دلك على تلك المعالي العظيمة في مثل قوله تعالى خطابا لنبيه عليه الصلاة والسلام والخطاب لأمته من بعده ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافر يقول الله للنبي عليه الصلاة والسلام وهو النبي المعصوم عظيم القدر رفيع الشأن عليه الصلاة والسلام ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين تلك القضية يا كرام لا محابة فيها والله عز وجل قررها أصلا عظيما على جميع الخل لا يستثنى منهم أحد وجعل حد الثواب والجنة والنار على هذا الحد لا مجاملة فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وهذا الأصل العظيم تكررت به النصوص الشرعية كثيرا في الكتاب وفي السنة ما علاقة هذا بما نحن فيه؟ الحج معشر الحجي بعباداته العظيمة المتنوعة ومناسكه الجليلة تؤكد هذا المقصد العظيم وتثبته في قلوب الحجيج وتحيي في نفوسهم في رحلة الحج في كل خطوة معنى التوحيد لله وتجديد تعليق القلوب بربها وخالقها نعم نحن بشر وفي رحلة الحياة يصيبنا الضعف والوهن والعجز ونقع في بعض في خاخ الشيطان وشراكه فنزل تارة ونخطئ تارة نقوم تارة ونقب تارة لكنه في رحلة الحج يعاد تصحيح مسار القلوب وتعليقها برب الأرباب جل في علام في الحج تتجدد معالم التوحيد تنقى القلوب من تلك الشوائب التي ربما علقت بها في بعض محطات الحياة فيحيى أثر التوحيد في قلوب العباد ويتحصن القلب المؤمن من كل ما يمكن أن يداهم ويهاجم ويشوش علاقته بربه من الأفكار والعقائد المنحرفة والضلالات التي قد تصيب بعض بني الإسلام بسبب جهل أو تربية خاطئة أو عادات موروثة أو تنشئة على غير الحق والصواب ومفاهيم مغلوطة فيأتي العبد لحج بيت الله الحرام وإذا به يعيد في عقله وفكره وحياته معنى توحيد الله معنى توحيد الله في رحلة الحج في مضامين ثلاثة تبرز جلية أولها الاعتقاد الجازم بتفرد الله سبحانه وتعالى وحده في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته والثاني إفراد الله بالعبادة وتحريم صرف أي نوع من العبادة لغير الله والثالث إخلاص العمل لوجه الله وتحريم المراءات أو السمعة بالعمل هذه الثلاثة القضايا التي تتضمل معنى التوحيد لله عز وجل تبرز في كل عبادات الإسلام وفي الحج على وجه الخصوص هاكم أدلة ذلك قبل الشروع في ذكر مواضع إحياء معنى التوحيد في رحلة الحج أدلة ربطت عبادة الحج بهذا المقصد العظيم أول ذلك قول الله سبحانه وَإِذْ بُوَّأْنَا لِيْبَرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِيْشَيْئَا وَطَهِّرْ بَيْتِيَا لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالْرُّكَّعِ السُّجُولِ يا كرام على التوحيد بني هذا البيت هذه الكعبة المعظمة التي تهوي إليها أفئدة المسلمين وتتجه إليها أبصارهم وتتعلق بها قلوبهم ويأمونها قبلة في صلواتهم صبح مساء من كل مكاء هذا الرمز المعظم بيت الله الحرام رمز التوحيد وإفراد الله عز وجل بالعبادة اسمع معي وَإِذْ بُوَّأْنَا لِيْبَرَاهِيمَ هَيَّا اللَّهُ الْمَكَانِ وَاخْتَارَهُ وَاصْطَفَاهُ لِخَلِيلِهِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا إنها اللحظة الأولى التي بني عليها هذا البيت الحرام على قاعدة التوحيد الصلبة وقاعدته الرَّاسِخة أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا فعلى أساس التوحيد ارتفعت قواعد البيت ولأجل التوحيد نودي في الناس بالحج إليه من كل فج عميق يقول شيخ المفسرين الإمام الطبري رحمه الله تعالى في تفسير الآل يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم معلمه عظيم ما ركب قومه من قريش خاصة دون غيرهم من سائر خلقه بعبادتهم في حرمه والبيت الذي أمر إبراهيم خليله عليه السلام ببنائه وتطهيره من الآفات والريب والشر يقول تعالى واذكر يا محمد كيف ابتدأنا هذا البيت الذي يعبد قومك فيه غيري إذ بوأنا لخليله إبراهيم يعني بقوله بوأنا وطأنا له من مكان الأوثى وقال ابن كثير رحمه الله هذا فيه تقريع وتوبيخ لمن عبد غير الله وأشرك به من قريش في البقعة التي أسست من أول يوم على توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له إلى أن قال ألا تشرك بي شيئا أي ابنه على اسمي وتوحيدي ومن جميل كلام الشنقيط رحمه الله وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة أن لا تشرك بي شيئا لفظة شيئا مفعول به لقوله لا تشرك أي لا تشرك بي شيئا من الشركاء كائنا ما كأ ويحتمل أن تكون ما ناب عن المطلق من لا تشرك أي لا تشرك بي شيئا من الشرك قليلا ولا كثيرا هذا أول الأدلة التي تربط عبادة الحج بهذا المقصد العظيم توحيد الله جل جلاله الدليل الثاني معشر الحجي لما أمر الله الخليل إبراهيم عليه السلام وابنه إسماعيل عليه السلام بالكعبة أمره بتطهير البيت العتيق ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي وقال في البقرة أن طهر بيتي ما تطهير البيت؟ ما تطهير البيت؟ الطهارة الحسية أم المعنوية؟ التطهير الحسي يعني من الأوساخ والنجاسات والقاذورات والطهارة المعنوية طهارة القلوب من كل شيء سوى توحيد الله لتدرك أن تعليق القلب بغير الله نجاسة قلب ولوث تحتاج إلى طهار قال الله وطهر بيتي وقال أن طهر بيتي هذا الأمر بالتطهير صريح في التأكيد على معنى تخليص البيت الحرام من كل شوائب الشرك والوثنية والريب والتعلق بغير الله فالطهارة حسية ومعنوية المعنوية تطهير البيت من الشرك والأوثار وإلى هذا المعنى ذهب عامة المفسرين في تفسير الآية وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما وقتاد ومجاهد وسعيد بن جبير وابن زيد والسدي ومقاتل قال القرطبي رحمه الله طهر بيتي يعني نزه بيتي أن يعبد فيه صنم وهذا أمر وإظهار التوحيد فيه أما الطهارة الحسية فكلكم يعرفوها تطهير البيت من الأقذار من النجاسات والأوساخ والأمر الإلهي للخليل إبراهيم عليه السلام وابنه إسماعيل يشمل الأمرين معه وتطهير البيت عام في البدع والكفر وجميع الأنجاس والدماء كما رجحه عدد من المفسرين ثالث الأدلة قول الله في سورة البقرة وأتم الحج والعمرة لله وجه الدلالة في الآية أن الله لما أمر من قصد البيت الحرام بحج أو عمرة أمره أن يجعل حجه وعمرته تامة لله وأتم الحج والعمرة لله هذا أمر بالإتمام ومعنى الإقامة التامة التي لا يتخللها نقص ومعنى أتم على خلاف بين المفسرين لكن ربطها بالجار والمجرور في قوله لله يتضمن إخلاص النية وصدقها قال مقاتل رحمه الله تمام الحج والعمرة المواقيت والإحرام خالصاً لا يخالطه شيء من أمر الدنيا يقول لأن الجاهلية كانوا يشركون في إحرامهم فأمر الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين أن يتموها لله يعني أن لا يخلطوها بشيء ثم خوفهم أن يستحلوا منهما ما لا ينبغي فقال في آخر الآية واعلموا أن الله شديد العقاب رابع الأدلة جاء التأكيد أيها الحجيج على معنى مقصد التوحيد لله عز وجل ومجانبة الشرك في أحكام المناسب ذكر الله تعظيم الحرمات في سورة الحج قال ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه ثم قال سبحانه فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق من الأوثان من كل وثن جاء لبيان الجنس أي اجتنب الرجس الذي هو الأوثان أو تكون من لابتداء الغاية فنهاهم عن الرجس عاما ثم بين لهم مبتدأه الذي منه يلحقهم وهو عبادة الأوثان فهي جامعة لكل فساد ونجاسة الأمر باجتنب قول الزور هو أيضا تأكيد على تحقيق التوحيد فإن قول الزور في أعظم صوره هو الشرك بالله أعظم الزور في الكون على وجه الأرض هو أن يشرك مع الله إله سواه ثم يأتي ما بعده من مراتب الزور إلى شهادة الزور التي جاءت تحريم عنها تحريما أكيدا حتى عدت من الكبائر قال ابن عباس وفسر قول الزور في الحج بالشرك في التلبية أو في الإحرام ذلك أنهم في الجاهلية لا يقيمون شعيرة في المناسك إلا خلطوها بشرك ومنه قولهم في التلبية لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك وتمام هذه المجانبة للشرك والجاهلية بتحقيق الحنيفية حنفاء لله غير مشركين به ضرب الله مثلا في الآية للمشرك في ضلاله وهلاكه بالساقط من بعد حتى يهوي في أسفل سافلين الدليل الخامس فرض الحج في أي سنة؟ في السنة التاسعة وحج النبي عليه الصلاة والسلام في أي سنة؟ في العاشر فلماذا ترك الحج بنفسه صلوات الله وسلامه عليه في السنة التي فرض فيها الحج لهذا مغزا يا كرام فرض الحج فأرسل أبا بكر رضي الله عنه في السنة التاسعة أميرا على الحج وبعثه ليقيم المناسب وأخر حجه صلوات الله وسلامه عليه للسنة العاشرة لمقاصد عديدة منها أن السنة التاسعة كانت عام الوفود أقبلت قبائل العرب تبايع على الإسلام فآثر البقاء صلى الله عليه وسلم في المدينة لكن أعظم المقاصد التي من أجلها أخر حجه للعام العاشري قصد تطهير البيت الحرام من بقايا الشرك والجاهلية التي كانت العرب قد خلطت بها المناسك في حجهم لبيت الله الحرام والدليل على ذلك أنه صلى الله عليه وسلم لما بعث أبا بكر أميرا على الحج في السنة التاسعة أمره بتقرير عب عقيدة التوحيد والتخلص من مظاهر الجاهلية فلما نزلت أوائل سورة التوبة بعث النبي صلى الله عليه وسلم بها علي بن أبي طالم فألحقه بأبي بكر رضي الله عنهما بما تضمنته السورة من الولاء والبراء ومقتضى عقيدة التوحيد الخالص والمفاصلة التامة مع المشركين ليكون إعلانها في موسم الحج تأكيدا على ارتباط الحج بعقيدة التوحيد وتقريرها وإعلانها وتحديد معالمها في الصحيحي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال بعثني أبو بكر الصديق في الحجة التي أمره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع القائل أبو هريرة يقول بعثني أبو بكر في الحجة التي أمره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع قال بعثني في رهط يؤذنون في الناس يوم النحر لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان أما رأيتم كانت تلك الحجة في السنة التاسعة تهيئة لحجة النبي عليه الصلاة والسلام للعام القادم في السنة العاشرة زاد البخاري وقال حميد الراوي عن أبي هريرة قال ثم أردف النبي صلى الله عليه وسلم بعلي فأمره أن يؤذن ببراءة يعني أن يعلن ويتلو على مسامع الناس موسم الحج صدر سورة براءة براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين إلى آخر ما في الآية من المفاصلة وإنهاء الهدنة والأمر بالقتال وإعلان التوحيد لله وفرض الجزية على اليهود والنصارى كل ذلك صميم التوحيد فما مناسبة أن يرسل بها في الحج ليسمعها الحج هي تهيئة لحجه الذي حجه من العام القابل عليه الصلاة والسلام قال أبو هريرة فأذن معنا علي في أهل منا يوم النحر ببراءة وأن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان قال الحافظ بن حجر رحمه الله أن لا يحج بعد العام مشرك هو منتزع من قوله تعالى فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا الذي نزل في سورة التوبة قال والآية صريحة في منعهم من دخول المسجد الحرام حتى ولو لم يقصد الحج ولكن ولكن لما كان الحج هو المقصود الأعظم صرح لهم بالمنع منه فيكون ما وراءه أولى بالمنع والمراد بالمسجد الحرام هنا الحرم كله هذا الهدي النبوي لنبي الأمة عليه الصلاة والسلام وما صنعه سنة تسع تأكيد على أن مقصد التوحيد في الحج أعظم المقاصد وأولاها بالتقديم الذي يترجح على كل ما سئواه إذا أدركتم هذا يا كرام فهلموا معي ننظر إلى خطوات الحج في المناسك خطوة خطوة كيف يلقننا الحج معنى التوحيد وكيف يبرز فيه معنى إحياء إفراد الله وتعظيم الله وتعليق القلوب بالله في رحلة الحج الحج بكل خطواته بدءا من الإحرام وانتهاء بطوافل وداع مغادرة البيت الحرام كلها والله العظيم تعلن في قلب المؤمن وحياته معنى التوحيد لله وهاكموها واحدة واحدة الإحرام بالنسك من الميقات ولا أحد منكم قدم مكة عابرا الميقات إلا أحرام قائلا لبيك اللهم لبيك الإحرام هو نية الدخول في النسك إما بالحج مفردا أو بالعمرة متمتعا بها إلى الحج أو بالعمرة والحج معا على وجه القران أول خطوات المناسك هو الإحرام ولأنه أول الخطوات فمنه يبتدئ تحقيق معنى التوحيد في رحلة الحج إلى بيت الله الحرام حيث يتعين على المحرم أن يجرد نيته من كل الشوائل لما جئت الميقات وقد رتبت قبل أيام أو أسابيع أو قبل شهور وربما رتبت من سنوات أن تأتي للحج هذا العام لا شك أنه تراكم في قلبك كثير من الأمور والترتيبات والمعاني فإذا جئت في الميقات ولبست الإزار والرداء وقلت لبيك اللهم لبيه تناثرت من حولك كل المعاني وطرحت من قلبك وعقلك وفكرك كل شيء وأبقيت شيئا واحدا جئت إلى رب هذا البيت قائلا لبيك يا رب أتيت متجردا ما جئت تحج ليقال عنك حاج ما جئت متحملا تلك الأمور تاركا وراءك الأهل والأولاد والمعاش والوظيفة وكل شيء في الحياة ما تركته إلا لأن أمرا عظيما قام بقلبك فأقدمك إلى رب البيت الحرام ترجو ما عنده من الرحمة والعفو والمغفرة والعتق من النار لا رياء ولا سمعة ولا قصد آخر في حجك وأنت فهمت معنى قوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله جعل الله الحج ركنا من أركان الدين فجئت تكمل أركان دينك ووعدك عليه بالعفو والمغفرة والعتق من النار ترجو منذ أن قلت دبيك اللهم في الميقان ترجو أن ترجع واحدا من أولئك الذين كتب الله لهم الرجوع من حجهم كيوم ولدتهم أمهاتهم كلكم والله يرجو ذا ألستم كذلك؟ كلكم والله غاية مناه أن يقبله الله في رحلة الحج وأن يأتي بكل ما فعل وبكل ما بذل رجاؤه الأكبر ومعتعلقه الأعظم أن يقبله الله وأن يرده إلى أهله أبيض الصفحة مغفورا ذنبي مولودا من جديد هذا المعنى الذي يتحقق في القلب منذ اللحظة الأولى من الإحرام أسوتنا في ذلك نبي الأمة صلوات الله وسلامه عليه حج على رحل رث وقطيفة لا تساوي أربعة دراهم ثم قال اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة بالله عليكم أي مبعث يمكن أن يكون للرياء في رحل رث وقطيفة تساوي أو لا تساوي أربعة دراهم لا شيء يبعث على المراءات والفخر لكنه صلى الله عليه وسلم يعلمنا وإن ضاعت من حولنا الأسباب وتصاغرت من حولنا المظاهر أنك تقصد شيئا عظيما في حجك جنب كل شيء يمكن أن يعبث بنيتك وترك كل سبب يمكن أن يداخل قصدك ما جئت ما جئت لتصور خطوات المناسك وتبعثها إلى الناس يتابعونك في رحلة حجك ما جئت ليقال عنك ليذكر اسمك ما جئت ليكون عدد مشاهدات المقطع الذي ترسله تضاعفت وتكاثرت جئت قاصدا ربا كريما وعد من أتاه بأعظم الوعود والمغفرة والعفو والعتق من النار فتسقط من حولك كل شيء وتتأسى بنبي الأمة عليه الصلاة والسلام اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة فاجتنب كل مدخل يمكن أن يعبث بنيتك في رحلتك لحجه يقول الحافظ بن حجر يقول الحافظ بن رجب رحمه الله ومما يجب اجتنابه على الحاج وبه يتم بر حجه ألا يقصد بحجه رياء ولا سمعة ولا مباهات ولا فخرا ولا خيالا ولا يقصد به إلا وجه الله ورضوانه ويتواضع في حجه ويستكين ويخضع لربه هذه أول الخطوات ما زلنا في الإحرام الإحرام النية طيب وإذا نويت ماذا ستفعل جئت في الميقات ونويت العمرة أو الحج ما أول شيء تفعله ستلبي التلبية واحدة من أعظم مظاهر إعلان التوحيد في رحلة الحج معشر الحجي التلبية لفظها الثابت شرعا وهي شعار المحرم ودثاره وزينة الإحرام قوام إحرام المحرم وعماد رحلته في العج التوحيد الخالص في التلبية لفظها الثابت شرعا لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لهذا قال جابر رضي الله عنه ويصف صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم قال فأهل النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد اختصر التلبية في كلمة واحدة جعلها شعارا للتوحيد وتعبيرا عنه ومضمونا صادقا يعبر عن معنى التوحيد لله أول لفظ في التلبية لبيك ولبيك عند العرب كلمة إجابة حال النداء فلما أقول لك يا جابر يا محمد يا خالد يا بكر يا عبد الله أناديك باسمك فيمكنك أن تقول في إجابة النداء نعم وتلتفت إلى من ناداك فتجيبه لكن الأرقى منها أدبا عند العرب أن تقول لبيك فيها مزيد أدب لبيك معناها أجبتك مرة بعد مرة ولهذا كلمة لبيك يقولها الولد لأبيه أو لأمه ويقولها التلميذ لأستاذه والعبد لسيده لأنها أرفع أدبا وتليق أن تقال مع من هو يستحق الأدب والاحترام في الإحرام أنت تقول لبيك اللهم لبيك من ناداك حتى تلبيه؟ ناداك الله؟ ناداك باسمك؟ تقول لبيك اللهم لبيك هل ناداك الله؟ منذ أن أمر الله الخليل إبراهيم عليه السلام ببناء الكعبة قال له وأذن في الناس بالحج وأنا وأنت من عموم الناس وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالاً وعلى كل ضامر إظهار الاستجابة لبيك في التلبية تقولها أربع مرات في كل صيغة أجبتك مرة بعد مرة فيها نفي الشرك صراحة لا شريك لك ثم تؤكد ذلك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك إخلاص صريح نفي للشرك تبرؤ منه مفارقة لما كان أهل الجاهلية يلبون به في الشرك قال من الخليل إبراهيم عليه السلام ولا بأس أن نقف هنيهة يا كرام مع معنى التلبية فإنها واحدة من أعظم ما يشغل بها الحاج وقته والذي نبصره في إخوتنا الحجيج عزوفهم عن التلبية وانصراف أذهانهم عنها وقلة اكتراثهم بها وتعداد المرات التي يلبون بها ووالله لو علم الحال معنى التلبية وثقلها في الميزان ما فتر لسانه اسمعوا رعاكم الله من تلبية النبي عليه الصلاة والسلام لبيك وسعديك والخير بيديك لبيك والرغباء إليك والعمل كما في حديث ابن عمر قال لبيك ذا المعارج لبيك ذا الفواضل يزيدها الناس والنبي صلى الله عليه وسلم يسمعهم فلا يقول لهم شيئا فضل التلبية كما جاء في الحديث الذي أخرج الترمذي أفضل الحج العج والثج العج رفع الصوت بالتلبية في السنن وصححه ترمذي إن جبريل أمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية قال فما بلغوا الروحاء حتى بُحَّت أصواتهم والروحاء موضع قرب المدينة عن سهل بن سعد في حديث عند الترمذي ما من مسلم يُلبِّي إلا لبَّى من عن يمينه وشماله من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض منها هنا وهنا الحديث صحيح معنى لبيك اللهم لبيك أجبتك يا رب فيها أدب وسرعة استجابة ودوام التزام فيها خضوع فيها توحيد لا شريك لك فيها إعلان وتبرؤ من الجاهلية فيها تمجيد إن الحمد والنعمة لك أنت تكررها لبيك ذا المعارج تثني على الله وتحمده تشكر الله إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك إن الحمد والنعمة أي نعمة؟ في تلبيتك منذ أن تأتي الميقات تكررها مرات ومرات تقول يا رب إن الحمد والنعمة لك لك يا رب الحمد لله على كل نعمة أنعم بها لكنها في الحج تؤكد معنى نعم عظيمة وجليلة والله الحج نعمة إجابتك للنداء في الحج نعمة قدومك للحج سالماً آمناً معافاً نعمة تيسر الحج لك وإتيانك نعمة من ذا الذي يظن أن قدومه للحج جاء بسبب تدبيره للأسباب وترتيبه للأمور وتقديره للخطوار؟ أتظن أن الحج جمع مال وإجراءات تمت حتى جئت فتحج؟ أتظن أن الحج صحة بدن وامتلاك مال أو علاقات ووجاهات ووساطات؟ والله لو كان كذلك لحج غيري وغيره كلكم يعلم أن في الأمة من هو أغنى مني ومنك ولم يحج وفي الأمة من هو أصح بدن مني ومنك ولم يحج وفي الأمة من هو أعلى جاها وسلطة ومكانة مني ومنك ولم يحج أما أدركت أن الحج توفيق إلهي واصطفاء لمن شاء الله من خلقه فكتب لهم أن يجيبوا هذا النداء فأتوا يقولوا لبيك اللهم لبيك هذه والله لا دخل فيها لجد ولا كد ولا كدح ولا عرق جباه ولا علاقات ولا وساطات ولا اكتساب أموال هذا فضل الله يؤتيه من يشاء فإذا استشعرت أنها نعمة قلت بملء قلبك وفيض جنانك قبل لسانك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك والله لو أن إنساناً أي إنسان صديق لك أو ابن أو جار أو قريب أو عزيز عليك قدم لك في رحلة الحجة لتكلفة الحج وتكفل لك بها ودفع عنك عشرات الأولوف أو مئات الأولوف وقال هذه هدية مني لك كم ستنكسر له شكراً وخضوعاً وامتناناً على أنه هيأ لك فرصة الحج فكيف شكرك لربك الذي دبر لك ويسر لك وهيأ لك سبحانه ما الذي قام بقلبك اعترافاً لله بالنعمة وشكراً له وإذعاناً وخضوعاً يا قول والله لو أبصرتم قلوب اثنين مليار مسلم في الأمة تتقطع قلوبهم شوقاً لهذا البيت الحرام ودمعات تذرف أمني أن يروها رؤية عين وتكتحل بها أبصارهم ولو لحظة في الحياة قبل أن يموتوا لأدركتم عظيماً نعمة التي ترفلون فيها وأن قدومكم للحج ووصولكم وبلوغكم لهذا البلد الحرام نعمة جليلة هذا ولم نتطرق بعد إلى نعم أحاطت بهذه النعمة لكنها دعوة إلى استشعار عظيم ما حبان الله تعالى به ونحن نلبي لبيك اللهم لبيك قال ابن عباس رضي الله عنهما كانت تلبية موسى عليه السلام لبيك اللهم لبيك عبدك وابن عبديك وكانت تلبية عيسى لبيك عبدك وابن أمتك وكانت تلبية النبي صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك أخرجه البزار الحجاج والعمار وفد الله كما صح بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا له حديث مستقل يأتي إن شاء الله لبيان شرف المعنى في الحديث وفد الله أنت واحد من وفد الله هذا العام تأملوا بقية الحديث قال دعاهم فأجابوه إذن دعاك الله فأجبت ولما قلت لبيك اللهم لبيك صدقا استشعر أن الله دعاك فجئت تقول لبيك يا رب والله نعم العبد عبد افتخر أن ربه ناداه من بين الخلائف فأتى يجري يركض هرولة بقلبه قبل بدنه فرحا أن الله ناداه من أنت نبي ولي خيرة خلق الله من عباده الصالحين من أنت حتى يناديك الله ناداك فضلا ونعمة وكرمة املأ قلبك بهذا المعنى يجعل تلبيتك تقطر بدمعك قبل لفظ لسانك وأنت تقول إن الحمد والنعمة لك والملء لا شريك لك شرف الوفادة شرف لا يسويه شيء ولو أن ملكا أو رئيسا أو وزيرا أو عظيما خصك بدعوة وأرسل إليك بطاقة فيها اسمك يدعوك إلى مأدبة عشاء ووليمة خصك بها من بين الآحاد كم تتيه فخرا وشرفا أنك صاحب دعوة الكبرى والعظماء فتتحدث بها في المجالس أنك جليس الملوك والعظماء والأمراء وأنك دعيت إلى قصورهم وإلى مآدبهم وإلى موائدهم بالله عليكم أي شيء هذا بجانب دعوة ملك الملوك ورب الأرباء يدعوك إلى بيته الحرار وكعبته المعظمة لأن تكون حاجا فتقول لبيك يا رب اجعل تلبيتك عبد الله تقطر بهذه المعاني كان يلبي الملبي فلا ينكر عليه صلى الله عليه وسلم ويكبر المكبر فلا ينكر عليه افتح أذنك رعاك الله لما أخرج الطبري في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنه ما قال لما فرغ إبراهيم عليه السلام من بناء البيت قيل له أذن في الناس بالحج قال أي ربي وما يبلغ صوتي كيف أذن في الناس بالحج قال ربي وما يبلغ صوتي قال أذن وعلي البلاغ فنادى أيها الناس كتب عليكم الحج فحجوا قال فسمعه ما بين السماء والأرض وفي رواية ابن جبير عن ابن عباس قال ألا إن ربكم قد اتخذ بيتا وأمركم أن تحجوه فاستجاب له ما سمعه من شيء من حجر وشجر وأكمة أو تراب أو شيء لبيك اللهم لبي وفي رواية مجاهد عن ابن عباس قال فأسمع من في أصلاب الرجال وأرحام النساء فأجاب من آمن ممن سبق في علم الله أن يحج إلى يوم القيامة لبيك اللهم لبيك قال مجاهد قام إبراهيم على المقام حين أمر أن يؤذن في الناس بالحج فقالوا لبيك اللهم لبيك فمن حج اليوم فهو ممن أجاب إبراهيم حينئذ قال ابن عباس خفضت له الجبال رؤوسها ورفعت القرى فأذن في الناس قال فأجابه من كان في أصلاب الرجال وأرحام النساء لبيك اللهم لبيك فمن أجاب يومئذ حج على قدر الإجابة إن أجاب مرة فمر وإن أجاب مرتين فمرتين قال وجرت التلبية على ذلك وقيل قام على مقامه عليه السلام وقيل قام على الحجر وقيل قام على الصفا وقيل قام على جبل أبي قبيس لما جئت في الميقات فقلت لبيك اللهم لبيك مستشعراً أن الله ناداك ثم لما ناداك يسر لك الأسباب وفتح لك الأبواب وأذن لك أن تكون اليوم واحداً من الحجيج والله ما هذا بجدك ولا بكدك ولا بتعبك هذا فضل الله ونعمته التي ساقها إليك ولا يزال في الأمة من تتقطع قلوبهم شوقاً وتذرف أعينهم دوعاً شوقاً إلى بيت الله الحرام فإذا قلت لبيك اللهم لبيك مستشعراً شرف الوفادة مستشعراً عظيم النعمة فلا تفتر عن قولك إن الحمد والنعمة قال مجاهد رحمه الله التلبية شعار الحج وقال مكحول التلبية شعار الحج فأكثروا من التلبية عند كل شرف وفي كل حين قال وأكثروا من التلبية وأظهروها قال ابن الزبير رضي الله عنه التلبية زينة الحج كان سعد بن جبير يوقظ ناساً في المسجد محرمين ويقول قوموا لبوا فإن زينة الحج التلبية واسمعوا طرفاً من آثار السلف كان أنس رضي الله عنه إذا أحرم لم يتكلم في شيء من أمر الدنيا حتى يتحلل من إحرامه قال سفيان بن عيين حج علي بن الحسين زين العابدين رضي الله عنه وعن أبيه وعن جده علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم قال حج فلما أحرم واستوت به راحلته إصفر لونه وانتفض ووقعت عليه الرعدة ولم يستطع أن يلبي فلما سئل قال أخشأني أقول لبيك اللهم لبيك فيقال لي لا لبيك ولا سألني قال فلما لبى غشي عليه ووقع من راحلته ولم يزل اعتريه ذلك حتى قضى حجه كان شريح إذا أحرم كأنه حية صماء من كثرة الصمت والتأمل والإطراق لله عز وجل لما حج جعفر الصادق أراد أن يلبي فتغير وجهه فقيل له ما لك يا حفيد بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أريد أن ألبي وأخاف أن أسمع غير الجواب قوم عاشت قلوبهم معنى التلبية في الحج فانطلقوا رضي الله عنهم يأمون البيت الحرام مستشعرين أن التلبية صيغة حج وشعار توحيد والتلبية التي تذكرونها في نسككم معشر الحجي من خيرة ما يشغل به الحاج وقته حال الإحرام يكثر منها ولقد تقرر في كلام أهل العلم رحمهم الله أن التلبية للمحرم حال إحرامه هي أفضل أنواع الذكر له على الإطلاق حتى إنها أفضل له من قراءة القرآن ذلك أن الذكر المخصوص بحال مخصوصة أفضل من غيره ولو كان مفضولا بالنسبة إليه في غير تلك الخصوصية لبى النبي عليه الصلاة والسلام ولبى أصحابه وكانوا يجعلون في تلبيتهم تكبيرا أحيانا وربما زادوا عبارات تبين معنى تعظيمهم لله فيقرهم عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمر لبيك وسعديك والخير كله بين يديك لبيك والرغبة إليك والعمل وعنه أيضا لبيك ذو النعماء والفضل والثناء الحسن لبيك مرغوبا ومرهوبا إليك وفي حديث ابن عمر لبيك وسعديك والخير بين يديك والرغباء إليك والعمل قال جابر ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته وكان الناس يزيدون ذا المعارج ونحوه من الكلام والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع فلا يقول لهم شيئا يرفعون بها أصواتهم حتى يضج المكان تلبية لله وإعلانا بهذا الشعار الذي وزينة الحج وعماد التوحيد قال أنس صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة الظهر أربعا والعصر ركعتين بذي الحليفة قال وسمعتهم يصرخون بها جميعا أي التلبية بالحج والعمر قال جاء جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية وأخرج ابن أبي شيبة بسند صحيح قال كنت مع ابن عمر فلبى حتى أسمع ما بين الجبلين وعن المطلب ابن عبد الله قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفعون أصواتهم بالتلبية حتى تبحى أصواتهم استشعروا معنى التلبية وعلموا أنها إجابة نداء وشرفوا إفادة على أكرم الأكرمين فلم يفتروا ولم ينشغلوا بغيرها فهي دعوة إلى أن يعيش الحجيج في حجهم في صورة من صور إظهار التوحيد لله هذا المعنى منقطعين عن كل شيء متبرئين من حولهم وقوتهم ومنتسبين منتسبين بالفضل وحده إلى الله وناسبين النعمة وحدها إلى الله عز وجل إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك فرحم الله عبدًا في إحرامه اشتغل بالتلبية يعيش قلبه معاني ما ينطق بها لسانه ليكون أبلغ في تحقيق المراد محققًا معنى التجرد من كل شيء وإفراد التعلق بالله سبحانه لبيك ربي وإن لم أكن بين الزحام ملبيا لبيك ربي وإن لم أكن بين الحجيج ساعيا لبيك ربي وإن لم أكن بين العباد داعيا لبيك ربي وإن لم أكن بين الصفوف مصليا لبيك ربي وإن لم أكن بين الجموع لعفوك طالبا لبيك ربي وإن لم أكن بين الداعين لرحمتك راجيا هذا مجلس ويتلوه مجالس تباع إن شاء الله فيها بقية ما وقف عنده الحديث من مقاصد الحج ولازلنا في أعظم مقاصده وهو توحيد الله جل جلاله أسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والرسق الواسع اللهم اكتب لنا جميعا حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا اللهم كما هيئت لنا القدوم إلى بيتك الحرام فيسر لنا إتماما نسك على وجه التمام خارصا لوجهك الكريم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين ورزقنا إله من العلم بك ما يزيدنا خشية لك وحمدا لك وثناء عليك بما أنت أهله يا ذا الجلال والإكرام اللهم أحينا على الإسلام والسنة وأمتنا على الإسلام والسنة واحشرنا في زمرة صاحب السنة صلى الله عليه وسلم وأكرمنا بشفاعته نحن ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين